هنفضل نقول إيه الحلاوة دي لغاية لما يوم واحد إبريل ونشوف الخمسين ألف المتفرج ونعمل في إننا كده لإن بقالنا كتير مش هنكون شوفنا هذا العدد الكبير من جمهور النادي الأهلي اللي نتمنى يا رب يا رب إن شاء الله وأنا متأكد مش بتمنى أنا متأكد إن شاء الله نحن حنلاقي جمهور بيشجعنا دي مش حاجة تانية خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة أحمد سابت زكى بحمد الحمد لله تمام زكى الكريم بسعيد طبعا أكبرك كله كويس الحمد لله أعتقد سعداء بالقرارات اللي تم اتخاذها ودائما النادي الأهلي كتف بكتف الحقيقة مع وزارة الداخلية في كل ما يخص أمن الشارع المصري من ناحية رياضية طبعا في البداية كل سنة حضاك طيب وكل سنة ورسادة مشاهدين بخير رمضان كريم عليكم جميعا طبعا أكيد تعودنا في النادي الأهلي النادي الأهلي لما بياخد قرار بيكون درسه من جميع الجوانب يعني بالنسبة هنتكلم الأول على الشقيين الأول الجمهور وبعد كده الرابط الجمهور طبعا تحية شكرا طبعا وتحية كبيرة لوزارة الداخلية وجميع القيادات الأمنية بكيادة سيد وزير الداخلية السيد اللي هو أم حمود توفيق يعني دور بصراحة محترم جدا جدا النادي الأهلي يلعب وسط خمسين ألف مشجع دي حاجة أنا شايف أن هي خطوة أن كده الخطوة لللي جاي قدام إن شاء الله ولازم إن شاء الله جمهور النادي الأهلي يكون يعني إن شاء الله نكون بنشجع نلتزم عشان إن شاء الله بعد كده نبقى ستين وسبعين ومئة ألف إن شاء الله نرجع كمان زي زمان لأن إن شاء الله مصر مش أقلم اللي احنا بنشوفه من تونس والجزائر والمغرب يعني طول عمرنا أحسن دولة واليمن والأراء طبعا يعني طول عمرنا أحسن من أحسن دولة عربية وأفريقية فبنشكر القيادات الأمنية وبنشكر رزارة الداخلية وبرضه تحية كبيرة لمجلس دارة الأهلي على دورهم في المطالبة بالعدد ده يعني بصراحة حاجة محترمة جدا ونتمنى يعني إحنا كنا دايما بنقول بص يا كابتن إسلام يعني أهم حاجة في الكورة الجمهور أي الكورة ملهاش أي طعم من غير الجمهور خاصة الفرقة اللي جماهير اللي هي عندها جماهير كبيرة أو جماهير عريضة خاصة فرقة زي النادي الأهلي لما بتلعب بالجماهير يبقى أنت يعني ده العنصر رقم واحد أصلا في اللعبة صح بس